بحث رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع مع وزير الشؤون البحرية والجزر اليوناني ميلتا دياس فارفيتوسيس سبلة عزيزي أوصر التعاون وتنسيق المشترك جاء ذلك على همش انعقد المؤتمر البحرية العربية اليونانية الأول المنعقد باليونان وخلال اللقاء استعرض الفريق ربيع التطورات التي شهدتها قناة السويس ومستجدات مشروعات القناة وخططها التنموية كما أكد الفريق ربيع حرص الهيئة على فتح أفاق أرحب للتعاون واستثمار علاقات الشراكة الممتدة مع اليونان في خلق مزيد من فرص النجاح وتكامل عبر تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا ودراسة عقد شركات مع شركات وترسانات الهيئة في الأنشطة المرتبطة بتقديم الخدمات البحرية وأوضح رئيس الهيئة أن شراكة الجديدة التي تجمع هيئة قناة السويس مع مجموعة في اليونانية لتقديم خدمة جمعة وإدارة المخلفات الصلبة وسائلة ضمن الخدمات اللوجستية المقدمة للسفن العابرة للقناة تعد تكسيدا لتعاون المصرية اليونانية في المجال البحري وإضافة قوية لمنظومة الخدمات المقدمة عبر المجرى الملاحية لقناة السويس من جانبه أكد وزير الشؤون البحرية والجزر اليونانية أن قناة السويس ستظل أحد المحاورة الاستراتيجية لحركة التجارة العالمية مشيدا بما تتمتع به القناة من رؤية متكاملة في تطوير إمكانياتها وقدراتها التي تؤهلها للقيام بدورها الحيوي على الوجه الأمثل معربا عن تطلعه لتعزيز نطاق التعاون المستقبلي مع هيئة قناة السويس اشتركوا في القناة